انت لقبت فردي وجماعي مظبوط؟ مظبوط الاسعب فيهم ايه؟ جماعي طبعا لازم تكونوا صورة واحدة مظبوط؟ لازم لازم يعني كمان اصلا الجماعي ليه تحكيم تاني خالص ويبقوا مركزين اكتر وحتى تربيزة التحكيم بتبقى زيادة لان لكل ساكشن معين بيبقى فيه اربع خمس حكام بيحاكموه لوحده فاحنا بقى خمس بنات فلازم انت مركز يبقى كله على الخمسة لازم يبقى فيه تناسك اكتنه واحدة بتلعب لو مافيش فسانية بننقص وبننقص كتير قوي طريقة استخدام الادوات حتى الاداية لازم تتحرك اكتنها برضو اداية واحدة بتتحرك فبيبقى الموضوع اصعب كتير ومن ناحية تانية بقى كاكوردينيشن ان انا مش بلعب لوحدي انا لازم عناية تبقى على زمالي الثلاث زمالي الثانين او الاربعة على حسب الكود بيتغير كل شوية بس يجل الجماعي بيبقى يا اربعة يا خمسة وبيبقى واحدة احتياطي وبيبدله فان انا اكون مركزة الحركة اللي بعملها بالاداية وانا برميها وفي ناس الوقت على زملتي حتستلم الاداية ازاي بعيدة ده كله كوردينيشن الواحده اصلا مجهود صعب اوي 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 غير الفردي الفردي طبعا فردي مسؤوليتي مسؤولي عن نفسك بزبط انما انا الغلطة عندي في الجماعي بجون بالفرقة كلها بزبط طيب في تدريب الجماعي بتكون التدريب بكاونت صحب بعدات بتعده بزبوط بس دي ما بتزهرش في الموتش نفسه او في العرض نفسه خالص دي احنا بنقعد نجهز لها يعني بنقسم جملة في الجماعي جملة الروتين بتاعنا بيبقى دقيقتين ونص وبنقسمها اللي هو دقيقة ودقيقة ونص أو 45 ساكينز تماما بنمسكها وبنسمها الميزيك كويس قوي وبنعملها بعد عدات معينة مع الحركة او مع الدانس اللي بتكون موجودة في الجملة دي وده بنتعود عليها ومع التمرين الكتير بنبتدي خلاص نمشي عليها مزبوط بحس ان لما ايجي لعب الروتين كله على بعض ديئتين ونص زي اللي بنشوفها في البطولة في الآخر محدش هياخد باله بس احنا قردي احنا سامعين البيز اللي احنا قردي ماشيون عليه سؤال كده بقى ايه من الكواليس ما حصلش معك مرة في الجماعي حد غلط وصححنا الغلط وما بنش الغلط اه طبعا كتير جدا انا عملتها احكي لنا اللي حصل احنا بصراحة حركة زي دي طبعا حصلت كتير قبل كده وهي حاجة كويسة ان هي تحصل حتى في التمرين عشان لما تيجي بتحصل في بطولة ما بيقاش فيه بانيك بيحصل مزبوط فبنتعود بنكون خلاص حصل الغلطة هنا هنتصرف ازاي فخلاص عادي زمالتي مركزة معايا لو حصل الغلطة دي الاداة جت بعيد انا وقعت الاداة في اداة تانية مفروض جايلي انا استلمها انا مش شايفاها بتبقى زمالتي واخد بالها ومركزة فبنقدر ان احنا نتعود ان لو حصل اي كارسة في نص الروتين هنمشيها عادي فاري سمود اكي انه ما حصلش الغلطة دي بس طبعا بيبقى فيها حاجات بقى like huge mistakes قدما حصل تلعب برم ملعب او كده دي غصبا عننا بتبقى بتبقى drop يعني بيبقى ليها بانيك معينة بس طبعا كل ده بنعمله و بنحسبه في وقت الفترات التمرين عشان لما بننزل الملعب في بطولة كاس عالم او في الأوليمتكس نكون جاهزين اي حاجة تحصل هتمشي اللي احنا قردي عاملين حسابنا عليها حلوة او دايما كنت كان في قاعدة كده في الحاجات الجماعية مسلا يجي يقول لو احنا متفقين كلنا نمشي على اللاين ده يه و لقيت كله ماشي على اللاين عكس و انت صح و هو بقى غلط امشي مع الغلط عشان الشكل بقى واحد ايه دي حقيقة بتحصل اه دي اللي اقولك كواليس بقى وتفاصيل من الجوة صح دي اه لا يعني ساعة اصل اللي هو ممكن نكون متفقين او لما نخلص هنطلع ناخد خطوة يمين الشمال اذا بندخل مثلا هنطلع من ناحية الشمال اه اعايز ممكن حد يتلغبط فهتحس اللي هو في في خطوة زي ده حصلت ايه فبتبان لان احنا خمسة جنب بعض او اربعة جنب بعض فاي اقل غلطة هي بجد بتبان لان احنا خمسة من ايدنتيكل اكي اننا حد واحد فحصلت قبل كيها طبعا لوقت ما كنا متفقين نطلع مثلا من ناحية الشمال واكي حد تلع يمين رجعنا شمال تاني بس دي بصراحة مش بتبقى يعني مشكلة يعني طبعا دي بتبقى ببرى الجملة لان الروتين خلاص احنا حافزينها ما فيهاش احنا مركزين فيها بس اللي هو احنا بنسلم او احنا دخلين بتبقى بيزد على الستوائد بوزيشن او الفنش بوزيشن بتاع الروتين نفسها لو فيه ثلاثة قدام واثنين ورا ده ان خلاص بتقسم ان الاثنين ورا حيطلع من ورا والثلاثة اللي قدام هتلعوا بطريقة ما من قدام عشان حتى للشكل نفسه يبقى وفيه بيحصل في الروتين حتى لو خلصنا كويس او فهدي مهمة بس بنمشي بس بنبقى ما حاجة بكون شكلنا مع بعض تماما غلط مع بعض كله مع بعض